الله اكتب الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي رجاء ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم ما هو الفرق بين الواجب والمستحاب في عالم التكوين بعض الأشياء فيها فوائد صغيرة أو كبيرة ولكن ولكن ليس في تركها ضرر كبير هذه مستحبات بعض الأشياء بعض الأشياء فيها فوائد كثيرة جدا وفي تركها ضرر كبير جدا هذه الواجبات هذه الواجبات الله سبحانه وتعالى ما أوجب شيئا إلا الأشياء الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها وفي تركها ضرر كبير أحيانا مدمر هذه هي الواجبات هذه الكلمة لعلي ذكرتها سابقا المطالب الحاجات التي ندعو الله سبحانه وتعالى لقضائها التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى بصورة عامة الأدعية بصورة عامة مستحبات مع قطع النظر عن العناوين الثانوية مع قطع النظر عن جوانب أخرى بصورة عامة الدعاء طلب الشيء الفلاني مستحب لكن هناك دعاءان ليس من المستحبات إنما هما من الواجبات من الواجبات العينية التعينية النفسية يعني واجب على كل فرد فرد واجب عيني لا يسقط وجوبه بقيام بعض بهذا الواجب لا على كل فرد فرد واجب هذا واجب عيني واجب تعيني يعني لا يوجد له بديل الواجب التخييري هو الذي يجب عليك أن تعمل إما بهذا أو بهذا مثلا هذا الواجب ليس هكذا واجب تعيني يعني لا بديل له هذا الواجب ولا غير واجب نفسي بعض الواجبات واجبات غيرية يعني بسبب ارتباطها بشيء آخر صار هذا الشيء واجبا كالوضوء الوضوء الوضوء واجب غيري لأجل أنك تريد أن تصلي صلاة واجبة والصلاة الواجبة لا تصح إلا بالوضوء فالوضوء يكون واجبا واجب غيري ليس واجبا نفسيا هذا الواجب لا واجب عيني تعيني نفسي هذان الدعاء ما هما الدعاء الأول اهدنا الصراط المستقيم هذا واجب عيني تعيني نفسي على كل مكلف أن يدعو بهذا الدعاء في كل يوم مرات هذا الواجب الأول من الأدعية الدعاء الثاني الذي هو أيضا واجب وجوبا عينيا تعينيا نفسيا اللهم صلى على محمد وآل محمد الله صلى على محمد في التشهد واجب هذان الدعاءان من بين الأدعية واجبان وجوبا عينيا تعينيا نفسيا طبعا توجد هناك فوارق بين هذا الواجب هذا الدعاء وهذا الدعاء مثلا من جملة الفوارق أن الدعاء الأول إهدنا الصراط المستقيم يجب على كل شخص في كل يوم أن يدعو به على الأقل عشر مرات لازم يقرأ سورة الحامد ففي كل يوم يقرأ الإنسان في صلواته الواجبة عشر مرات سورة الحامد يعني واجب كل يوم على كل إنسان مكلف أن يدعو بهذا الدعاء عشر مرات هذا المقدار الواجب الأولي مع قطع النظر عن الواجبات الأخرى مع قطع النظر عن المستحبات هذا المقدار المؤكد من الواجب عشر مرات في كل يوم يجب عليك أن تدعو بهذا الدعاء أن تطلب هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى أم الدعاء الثاني فيجب عليك في كل يوم أن تدعو 소 były الدعاء الثاني وهو ذكر الصلوات على محمد وآل محمد الله أصلا على محمد وآل محمد في كل يوم على الأقل تسع مرات في التشهد من جملة الفوارق بين هذين الدعائين أن الدعاء الأول يمكن أن يتحمله عنك غيرك إذا صليت جماعة الإمام يتحمل هذا الدعاء عنك ولكن الدعاء الثاني لا يجب عليك ولا يتحمل أحد هذا الدعاء الثاني عنك يجب عليك أن تدعو بهذا الدعاء بلسانك من دون أن يتحمل شخص آخر عنك هذا الدعاء وهناك فوارق هذا الدعاء واجبان واجبان يعني ماذا قلنا في بداية الكلام يعني لا يستغني الإنسان عن هذا الدعاء فوائده كبير جدا وفي تركه ضرر كبير جدا اللهم صلى على محمد وعلي محمد وهذا الواجب وهذان الدعاءان الواجبان ليس في كل في الأمر مرة كالحج ولا في كل سنة مرة ولا في كل شهر مرة ولا في كل يوم مرة في كل يوم ومرات عديدة يجب يعني ترك مرة واحدة من هذه المرات في يوم واحد يكلفك ضررا كبيرا صحيح أم لا كلامنا عن الدعاء الأول اليوم حديثنا يدور عن الدعاء الأول إهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء الواجب على كل مكلف عينا تعينيا نفسيا هناك نقاط عديدة نذكر بعضها بالنسبة إلى هذا الدعاء وهذه الآية المبارك الهداية إلى صراط مستقيم هذا المعنى مذكور في القرآن الكريم مرات عديدة ولكن الهداية إلى الصراط المستقيم مع الألف واللام هذا ورد في القرآن الكريم فقط وفقط مرتان مرة دعاء وهو في هذه الآية إهدنا الصراط المستقيم مرة أخرى ليس دعاء إخبار أن الله سبحانه وتعالى هدى اثنين من أنبيائه العظام وهما موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام هداهما إلى الصراط المستقيم يقول عز وجل وهديناهما الصراط المستقيم هديناهما الصراط المستقيم هداية إلى الصراط المستقيم بالألف واللام المورد الثاني طبعا ليس دعاء المورد الثاني إخبار وهديناهما المورد الأول دعاء الدعاء هذا ورد الهداية إلى ماذا إلى الصراط المستقيم لا إلى صراط مستقيم طبعا هناك فوارق بينهما نقطة ثانية بسرعة أمر عليها نقطة ثانية الدعاء بالهداية أساسا الدعاء بالهداية في القرآن الكريم كله ما ورد إلا مرة واحدة تطلب من الله سبحانه وتعالى دعاء الله يعني طلب من الله عز وجل أن يهديك هذه الكلمة أطلب من الله عز وجل بالهداية هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم فقط وفقط في هذه الآية إهدنا دعاء هذه الكلمة بالنسبة إلى الله عز وجل لا بالنسبة إلى غيره إهدنا هذه الكلمة بالنسبة إلى الله عز وجل وردت في القرآن الكريم مرة واحدة فقط نقطة ثالثة هذه النقطة أذكرها بسرعة تحتاج إلى تأمل تحتاج إلى دقة قد يكتشف الإنسان أمورا دقيقة جميلة جدا في هذه النقطة وهي أن الهداية إلى شيء إلى طريق إلى أي شيء أن الإنسان يحتدي إلى شيء عادة ما في لسان الناس بل حتى في القرآن الكريم عادة ما تتعدى إلى ذلك الطريق بحرف جر إما عادة إما بإله أو بالله أنا ماذا أقول أقول اهدني إلى فلان أو لفلان هداه إلى الرئيس الفلاني إلى أو له إما تتعدى بإله أو تتعدى باللام حتى في القرآن الكريم في أكثر الموارد هكذا كلمة الهداية بالنسبة للطريق أو الشيء الذي يهتدى إليه عادة تتعدى بحرف إله أو بحرف اللام في بعض الموارد حتى في القرآن الكريم ورد الهداية بدون حرف جر هذا الله دلالة كبيرة الآية المباركة هذه لا نقرأ فيها اهدنا إلى الصراط المستقيم ولا اهدنا للصراط المستقيم ماذا نقول نقول اهدنا الصراط المستقيم لا لام ولا إله ولا حرف جر آخر طبعا في غير هذه الآية المباركة أيضا مادة الهداية أحيانا ذكرت بدون حرف جر كالآية الثانية بالنسبة إلى موسى وهارون على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام وهديناهما الصراط المستقيم هذه فيها نقطة جميلة جدا تحتاج إلى تأمل وتوسع الآن لسنا بصددها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم لا في حديث وحديثين وثلاثة وعشر عشرات من الأحاديث الشريفة لعلي لا أبالغ إذا قلت مئات من الأحاديث الشريفة لعله ليست مبالغة لعله عشرات حتما وفيها الصحاح سندان الأسانيد الصحيحة الكثيرة الصراط المستقيم هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليك وعليه وعلى كل مكلف على الأقل عشر مرات في كل يوم يدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الهي اهدنا إلى أن أقول إلى هو إله ما موجود هذا في نقطة جميلة الهنا اهدنا أن أقول إلى إلى صراط محمد وآل محمد الله أصلى على محمد وعليه وآل محمد لماذا؟ لأن هذا الطريق هذا الصراط هو أسرع الطرق إلى الله عز وجل هو أقرب الطرق إلى الله عز وجل هو أفضل الطرق إلى الله عز وجل صحيح هذا الكلام؟ كلا هذا الكلام ليس صحيحا أن نقول هذا الطريق أسرع وأقرب وأفضل الطرق إلى الله عز وجل هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ لأنه لا يوجد طريق آخر أصلا إلى الله عز وجل هذا الطريق هو الطريق الوحيد الفريد إلى الله عز وجل ولا غير لا يوجد طريق بطيء وهذا الطريق أسرع لا يوجد طريق مفضول وهذا الطريق أفضل لا يوجد طريق بعيد وهذا الطريق أقرب الطريق الوحيد الفريد إلى الله عز وجل هو هذا الطريق تقرؤون في كل يوم من أيام رجب ربما قرأتوا في هذا اليوم الدعاء الوارد عن الناحية المقدسة على مشرفها آلاف التحية والثناء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرقه لا يوجد طريقان هذا الطريق أفضل من ذاك هو طريق واحد فقط وفقط هذه العبارة وردت في روايات عديدة في زيارات عديدة تقرؤون هذه الزيارات الشريفة من أراد الله بدأ بكم يعني الذي لا يبدأ بكم ما أراد الله هذا أراد الشيطان يعلم أو لا يعلم ربما يكون جاهلا ولكن يمشي في طريق الشيطان الذي لا يبدأ بكم ما أراد الله يعني الطريق الفريد الوحيد في إحدى أصح زيارات المولى سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم وعليه نقرأ هذه العبارة وفي بعض النسخ هذه العبارة وردت ثلاث مرات هنا من أراد الله بدأ بكم من أراد الله بدأ بكم من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمح الله ما يشاء وبكم يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا بعد هذا المقطع هناك عبارة جدا جميلة جدا رائعة جدا مريحة القسم باسم الله عز وجل لا يكون إلا في الأمور المهمة اسم الله له قيمة لا ينبغي للإنسان أن يقسم أن يحلف باسم الله عز وجل إلا في الأمور المهمة الضرورية أقسم بالله والله هذه العبارة التي سأقرأها لكم في هذه الزيارة التي هي من أصح زيارة سيد الشهداء صلى الله عليه هذه العبارة والله من أكثر العبارات أملا للمؤمن إخواني كل مؤمن خائف خائف على آخرته أصلا هذا الشرط الإيمان الشخص الذي لا يخاف هذا لا يفهم لا يدرك معنى الآخرة الإنسان يخاف من الآخرة يخاف من ماذا؟ يخاف من أعماله المؤمن نيته على أن يسير على طريق أهل البيت عليه الصلاة والسلام دائما ولكن أحيانا تزل القدم أحيانا يرتكب خطأا أحيانا يعمل عملا بجهالة لا بجهل بجهالة يعني سفاها يمكن يقع الإنسان في أعمال سيئة المؤمن يخاف يخاف على آخرته من عمله يخاف أن يطالب في يوم القيامة بهذه القضية لماذا عملت هذا العمل؟ الأمور التي من الممكن أن يطالب الإنسان عليها في يوم القيامة يعني ربما لم تغفر هذه في الدنيا إذا غفرت مسحت خلاص لا يطالب بها أما إذا لم تغفر ماذا؟ الإنسان يتحمل الطلب في يوم القيامة أن يطالب بشيء الإنسان خائف خائف من أعماله هل يوجد هناك شيء يتدارك هذا الشيء السيء الذي صدر من الإنسان المؤمن؟ وكيف يتدارك؟ العبارة التالية تبين هذا المعنى في هذه الزيارة بعد هذا المقطع بكم 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 نقرأ هذه العبارة وبكم يا أهل رسول الله وبكم يدرك الله تراتا كل مؤمن يطلب بها يدرك الله يعني يتدارك الله يتدارك بكم يا أهل رسول الله ماذا؟ تره تره يعني ماذا؟ التره هي نقطة الضعف من معانيها هي النقصان النقص الذي عندك يا أخي أنا لدخولي إلى الجنة عندي نقص عندي مشكلة الله يتدارك الله يعوض يعوض بمن؟ بكم يا أهل رسول الله بكم وبكم يدرك الله يعني يتدارك الله تراتا تراتا نقصان نقطة ضعف مشكلة أي تره الترى التي مسحت في الدنيا غفرت لا الترى التي بقيت عليه إلى يوم القيامة وبكم يدرك الله تراتا كل مؤمن يطلب بها الترى التي يطلب بها بكم الله عز وجل يتدارك كم هذه الكلمة فيها أمل الله أكبر لا يعلم الإنسان كيف يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كيف يشكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على هذا الفاضل كيف الله يدرك لا أعلم أهل البيت كما في بعض الروايات الشريفة يتبرعون ببعض أعمالهم حتى تسد تلك المشاكل تلك الفراغات ذلك النقصان الموجود في أعمال شيعتهم أمير المؤمنين يتبرع ببعض أعماله العظيمة لكي يسد هذا النقصان أو بشيء آخر في يوم القيامة ينكشف وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها بتلك الترة نحن متنعمون بنعمة لا ندرك عظمتها ولا نتمكن أن ندرك أصلاً عظمتها حتى نعرف لماذا يجب علينا في كل يوم على الأقل عشر مرات نطلب من الله عز وجل إلهي أهدنا الصراط المستقيم لا ننحرف عن هذا الصراط وإلا وإلا خلاص لا يحتاج إلى بيان يخرج الإنسان والعياذ بالله بعيد عنكم جميعاً بعيد عن جميع المؤمنين والمؤمنات يخرج الإنسان من دائرة الإيمان العياذ بالله تعالى أمامنا شهر جعبان هذا الشهر العظيم الشهر المبارك الشهر المليء بذكريات أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الشهر ثلاثة من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ولدوا هذا من خصائص هذا الشهر ومن قبله شهر رجب الذي ولد فيه أربع من الأئمة الطاهرين في شهر رجب في شهر جعبان ثلاثة من الأئمة الطاهرين ولدوا صلوات الله عليهم كما هو المشهور ثلاثة من نجوم كربلاء ولدوا في هذا الشهر أبو الفضل العباس علينا الأكبر وفي هذه السنوات يحتفل بمولد السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أيضا في شهر شعبان ذكريات سعيدة عديدة مباركة شهر هذا الشهر الذي هو أمامنا شهر شعبان شهر عظيم عظيم البركات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الشهر القادم المبارك العظيم ببركات الذكريات السارة السعيدة المفرحة العظيمة في هذا الشهر أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم ببركات السيد هذه العترة رسول الله ببركات نجم هذه العترة في هذا الزمن بقية الله اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة